حصلت ايه عارف انت اشارة نور احمر وبعدين تقوم نور اصفر بعدين نور اخدر فاحمر وقف اخدر عدي اصفر استعد فكل ده رح منور في نفس الوقت الاسماعيلي جي قالك خلاص كابتن حمزة الجمل مش موجود واحنا اعتذرنا للكابتن حمزة الجمل او بمعنى صح وجهنا الشكر للكابتن حمزة الجمل بعدين الاسماعيلي قالك وبعدين بدأ الكلام يطلع انه بيتم بحث اتعاقد مع مدربين جدد فبنشوف الكابتن فلاني الفلاني كابتن علاني العلاني كابتن كذا 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 فالدنيا وقفة ما لقوش حد فبدأ الكلام يطلع انه انه الاسماعيلي بيقنع حمزة الجمل بالبقاء فبدأنا نسأل فازمنا حمد وجدي حتى تواصل مع مهندس سيحيا الكومي رئيس النادي قال له طب افندم الموقف عمل ازاي دلوقتي وانتو وجهت الشكر للراجل وطب هتعملوا ايه قال له لأ احنا موجينا الشكر لحد طب افندم اتكالك لأ انا مقلتش فيش تصريحات على لساني بالموضوع ده يعني ايه لأ يعني الكابتن حمزة الجمل معنا فطبعا فيه تضارب غير طبيعي انا نفسي مش فاهم يعني انا نفسي مش فاهم ايه الكم ده من التضارب فيه الاخبار فهو كابتن حمزة الجمل حياة انا مش عايف هو قاعد ولا ماشي ولا هما بيقنعوه بالبقاء ولا هما اجهوه للشكر ولا هما بيدوروا على اسماء فالاسماء اللي راحوا سألوها ولا انا عارفها كان فيه منهم من تقدم باعتذاره ومن فيهم انا الحياة العملية بقت تاها خلص اشتركوا في القناة